اشتركوا في القناة عشان كده كتواسية النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث اللي رأى مسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق اوعى تحتقر أي معروف أي حاجة يعني واحد دخل الجنة بسبب سقيا كلب واحدة دخلت النار بسبب أنها حبس قطة واحد دخل الجنة بسبب أنه أزح غصن الشوك عن الطريق كان بيؤذي الناس واحد دخل الجنة بسبب أنه مسح على رأس يتيم هكذا أعمال ممكن تكون بسيطة جدا يا حبيبي لكنها عظيمة عند الله وتكون سبب في دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى تبدأ الكصة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع أمنا عائشة في بيتها وكانت طبعا أمنا عائشة كانت من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معها بيتكلم معها وبعدين فجأة يعني قام عشان يخرج ويطمئن على الصحابة ويجلس معهم في المسجد عشان يعلمهم ويربيهم وعشان يبلغهم إذا كان نزل عليه آيات من الكرآن أو بعض الأحاديث عايز يعلمهم وهكذا حياة النبي على السلام كلها كانت ما بين عبادة وما بين تعليم وما بين تربية وما بين جهاد وما بين بزل وما بين عطاء كل حياة النبي على السلام كانت مثمرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم خرج النبي على السلام لكن قبل ما يخرج منسيش إن هو يسيب طعام لأمنا عائشة طب يا طرى إيه الطعام اللي النبي سيبه لأمنا عائشة يا طرى ترك لها مثلا دجاج أو مش عارف إيه أو حمام أو أكل حلويات أو أبدا كل اللي تركوا لها صلى الله عليه وسلم ثلاث تمرات هي اللي كانت موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع إن البيت كان بسيط جدا إلا إنه كان أسعد بيت في الدنيا كلها بل هو كان البيت اللي بيصدر السعادة للدنيا كلها حبيب فالمهم النبي قبل ما يخرج قالها يا عائشة هذا طعامك وراح ترك لها ثلاث تمرات وسمى باسم الله وخرج طبعا حلت البركة في التمرات دي خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى أم عائشة بعدما خرج النبي على السلام قامت وجلست تذكر الله عز وجل وتقرأ الكرآن وتستغفر وتعبد ربنا وتصلي يعني حياتهم كلها كانت ما شاء الله إيمانيات وعبادة حاجة ما شاء الله وفجأة هي جلسة عمالة تذكر ربنا سبحانه وتعالى طرق الباب فلما طرق الباب طبعا الدرس الأولاني اللي احنا نقدم القصة أن النبي عسام قبل ما يخرج حبيب من البيت طرق إيه طرق الطعام لأم عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يعني من يعطيهم القوت ولذلك الإنسان مسؤول كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعياته أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك وعن الناس اللي ربنا استرعاك رعيتهم أنت تأكلهم وتشربهم وتعلمهم وتربيهم وتدلهم على طاعة الله سبحانه وتعالى فالنبي عسام قبل أن يخرج لم ينسى أن يترك طعام لأم العائشة ترك لها إيه نعم ثلاث تمرات لكن حياته ممكن لها كانت بركة للصحابة يا حبيب كان يخرجوا للجهات في سبيل الله وكان التعيين اليومي اليومي كله للصحابة الواحد تمرية واحدة بيقول كنا نمصها أول النهار ونأكلها آخر النهار ومع ذلك كان خارج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وبعضهم كان ممكن يبقى صايم وقاعد في بيته وصايم اليوم كله ولا يفطر إلا على تمرية هي اللي موجودة في البيت أو كسرة خبز وشربة مياه وياكل يقول الحمد لله اللهم لك الحمد يحمد ربنا على هذه النعمة خرج النبع السلام جلست أمنا عيشة تفكر الله فجأة طرق الباب الأدب التاني اللي نتعلمه أنه لما يترك الباب وحدة قاعدة في البيت لوحدها أو حتى بنات أو نساء قاعدين ما يفتحوش الباب لأي حد لازم يسألوا مين من الطارق من على الباب قبل ما يفتحوا الباب افرد حد غريب افرد والوقت الحمد لله ربنا أكرمنا بالعين السحرية بنشوف منه وين اللي برة فقبل ما يفتح الباب نعرف مني اللي برة أمنا ما كانش قامهم بقى لأي حد السحرية فقالت من الطارق فقالت امرأة أرملة ومعي بنات يتامة ففتحت أمنا عيشة أول ما فتحت أمنا عيشة لقيت امرأة فقيرة جدا شكلها طيب جدا ومعها بنتين قالت لها أنا أرملة أرملة يعني جوزها مات ومعايا بنتين يتامة هل عندك من طعام يا أمنا فقالت لها أبحث لك عن طعام دخلت أمنا عيشة دورت في البيت ما لقيتش أي حاجة في البيت إلا الثلاث تمرات اللي النبي سابهم لها وأمنا عيشة كانت محتاجة الثلاث تمرات لأنها كمان جعانة وعايزة تاكل لكن النبي علمها لغة الإثار والإثار إن أنت تعطي الإنسان الحاجة اللي أنت محتاجها هو ده الإثار ودي الآية اللي نزلت في الأنصار رضي الله عنهم قال جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فما كان من أمنا عيشة كانت ممكن تقول أديهم تمرية وأنا اتنين أو هما اتنين ولا أبدا وراح بما يطلع على الثلاث تمرات ويتلقى والله هذا كل ما في بيتي فالست شكرتها لأن هي بزلت اللي فوسعها خدت الثلاث تمرات ومن عيشة فدلت وقفت شوفها هتعمل إيه الست خدت الثلاث تمرات قدت بنتهل على يمين تمرية وبنتهل على اليسار تمرية وخدت هي تمرية البنات من شدة الجوع كانوا تمرات بتاعتهم كل واحدة كانت تمرية اللي في إيديها الأم ما عملتش كده الأم استنت عشان تشوف بناتها محتاجين تمرية اللي معاها ولا لأ عرفتوا ليه ربنا وصانا بالأم والقب شفت قد يضحوا عشانا فالأم بعد أما البنت دي كانت تمرية ودي كارت التمرية بتاعتها رحت أسمى التمرية بتاعتها هي ودت البنت دي نصف تمرية ودت البنت التاني نصف تمرية فالبنتين أكلوا نص الطمراية ديت ودي يعني كالوا الطمراية فأمونا عائشة بكت وتأثرت جدا بهذا المشهد وبعدين استأذنت الست ودخرت وقفرت الباب جلس التبكي أمونا عائشة في البيت كانت تتمنى يكون عندها أكل أكتر من كده عشان تدي اليتامة والأرمالة دي عشان يكلوا شويتين ساعة ساعتين جيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمونا عائشة لها بتبكي لها ما يبكيك يا عائش عائش هو ايه يعني اسم الدلعبة عائشة بيسموه اسم كده للتحبيب يعني تمام فقال لها ما لك يا عائش يا عائش قالت يا رسول الله جاءتني مرأة أرمالة ومعها بنتان يتيمتان وطلبت أكل ما لقيتش عندي غير التلات تمرات ادتهم التلات تمرات البنتين كالوا كل واحدة تمراية والستة رحت أسمى التمراية بتاعتها وادتهالهم فتعجبت من صناعة ذي المرأة في نفس اللحظة حبيبي جبريل عليه السلام ينزل من فوق سبع سماوات يقول للنبي الكلمة اللي هيقولها لأم العائشة دلوقتي قال لها وما الذي يدعوك للعجب إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة الله ربنا سبحانه تعالى لما رأى الرحمة ديت من قلب هذه الأم بالتمرية ديت اللي أسمتها بين الطفلتين اللي يتام دولت ربنا أوجب لها بها الجنة يعني كتب لها أنها من أهل الجنة ومن مولى عز وجل لما يمنع حد منها حاشا لله أن يرجع في كلامه سبحانه تعالى خلاص مدام من أهل الجنة يبقى من أهل الجنة فكانت دخولها الجنة بسبب طمراية طمراية يا حبيبي أسمتها نصين عشان كده النبي على السلام كان دايما يقول للصحابة إيه وللأمة كلها فاتقوا النارة ولو بشق طمرا ولو بنص طمرا وكأنه يشيروا إلى هذه الكصة إن الست ديت بشق طمرا دخلت الجنة أنتوا ممكن تخشوا الجنة بشق طمرا حيانا نجيب كيلو طمر وناكل ناكل ناكل وبعدين نرمي نصه نرمي ربعه نرمي تلتة ربعه ممكن تاكل والباقي اللي مش محتوي ده تدي الإنسان فقير هو ممكن يكون بالنسباله اللي انت هترمي ده هو أحوج ما يكونوا إليه ويا ما شفنا ناس بتنبش في القمامة عشان تلاقي لقمة كلها تخيل بقى لما انت تروح تديره شوية طمر أو تديره حتى خمس ست الغفا تراي يكونوا محاف حتى صدقني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا شفتها دي حبيبي القصة مؤثرة إزاي إن أم بتضحب كل حاجة وهي هتبقى جعانة طب ما هي كمان محتاجة تاكل لكن مش مم أناكل مم التفلتين اليتامة دولة تياكلوا لأن النبع السلام قال أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة كهتين طب ليه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم عشان ممكن تكون أم زوجها مات زوجها مات وسب لها بنتين أو ثلاثة أو طفلين أو ثلاثة يتامة فمعنى كده إن محدش ياخد ثواب اليتامة إلا لو حد غريب كفى لليتامة دولة قال لك لأ الثواب للاتنين لو حد غريب كفى لليتامة فهو معي في الجنة والأم دي لو أكرمت اليتامة دولة أم أولادها أصلا برضو في الجنة يعني واحدة أرملة وعندها طفلتين يتامة ففي رجل تبرع لها بمرتب شهري ألفين جنيه عشان التأكل لطفلتين دولة وهي فرغت حياتها كلها لأكلهم وشربهم ولبسهم وغسلهم وحياتهم ودرستهم هي كمان في الجنة شوفها دي بفضل الله سبحانه تعالى عشان كده بنتعلم إن أي خير نقدر نعمله نعمله وما نتأخرش عن أي خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم بالحديث مرة تانية لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنطلق أخاك بواجه انطلق ربنا يرزقنا إياكم الرحمة والحب والرفق باليتامة والإحسان إلى كل من حولنا أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم في الفردوس الأعلى وصلى الله عن ربين محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله